بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولنا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماءا فأنبثنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوده بل الظالمون في ظلال مبين ولقد آتينا لقمانا الحكمة أن أشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني الحميد وإذ قال نقمان لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهم وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنا إن تقمث حبت من حردن فتكون في سخرة فتكون في سخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بي الله إن الله نطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعرف وانهى عن المنكر واسبر على ما أصابك إن ذلك من عزب الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختان فخور وقصد في المشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هلن تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة وثقا وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فنبعهم بما عملوا إن الله عليهم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليل ولئن سأتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغليل الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصرير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العني الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآياته لكل صبار شكور وإذا وشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرد فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتها إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا جزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزن الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير 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 اشتركوا في القناة من اون socially